اشتركوا في القناة صحة وسعادة اشتركوا في القناة 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 حتى يحفز في الكركم هرمون الكركميين أو إنزيم الكركميين على أساس أنه يتوي مفعولة طبعاً هذه الشرط كلهم تقريباً فيهم أعلى شيء 114 سعرة حرارية وفيها 25 جرام من الكربوهايجرات في عبنة بعد الشرط البسيط اللي هو إذا حطينا بعد الليمون مع العسل إذا حطينا الكركم مع العسل طبعاً بس ما نكسر أن نضيف وائد مكونات تكون مكونات بسيطة وفي نفس الوقت أني أنا أدخلها وكمية صغيرة جداً منها أني أنا أستفيد منها ومنها أني أنا أقوي مناعتي منها نعم فهذا الهدف الأساسي من هذه الجرعات فإنحنا مهم جداً نحن ندخلها في وجباتنا والدخل في ناس وائد مبعارفين شو يدخلون مبعارفين شو يأكلون في هائل فترة فممكن أن نحن نأخذ هاي كميات نقدر أن نخلطها مع مكم المكون على ساق المحدد الكمية التي نأخذها نعم أستاذة ريّة بخصوص الجرعات يعني أنتي تخضلت يعني أعطيتين أكثر من خلطة كيف ممكن أن الشخص ينسق بين هاي الخلطات هل ممكن يأخذ مثلاً فترة الصباح جرعة أو فترة المساء أولاً مثلاً تنصحين بأن مثلاً خلطة وحدة من هالخلطات اللي ذكرتها في اليوم الواحد طبعاً هو أهم شيء أن أنا ما أيلس أخذ كل الخلطات اللي موجودة ممكن أن أخليها وزعها على أسبوعياً مثلاً أن نأخذ الأقل خلطة إلى خلطين ويفضل أنه في النهار اللي نحن نأخذ هاي الخلطات لأنه في النهار يكون الجسم نشط والدورة الدموية دائماً تكون نشطة نشطة طبعاً فيكون يكون الاستفادة أكثر في من ضمن الخلطات هاي طبعاً بعض المكونات مثل الزنجبيل وممكن أن تريح الأعصاب نحن حين في فترة توتر طبعاً وناس ويدة حاتي فممكن أن الواحد حتى يأخذ هالأشياء حتى الليمون تساعدنا على أن نحن نكون أعصابنا هادية ونكون يعني نرقد وإحنا مرتاحين بدون ما نفكرت به يعني بسالفة أن نحن كيف نقي نفسنا وكيف نقي نفسنا من الكورونا وما إلى ذلك فهي الأشياء مهمة جداً طبعاً أن نحن نسويها على الأقل أو ندخلها في وجباتنا أنا أعطيتكم هاي الأنصلا أنه يكون يعني لو تلاحظ أن المكونات مش أكثر عن ثلاثة أو أربعة وبكمية بسيطة جداً جداً صحيح ممتاز شكراً أستاذة سرية التميمي خصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي على المعلومات القيمة الحقيقة وجرعات تعزز المناعة شكراً لك شكراً لك مجتمعين العزاء مثل ما ذكرت الأستاذة سرية بأن هناك الكثير من الأغذية ممكن نحن نستفيد منها خلال المرحلة الحالية اللي من خلالها تزيد مناعة الجسم وأيضاً تقوي الجهاز المناعي بناخل فاصل مستمعين العزاء وبعد الفاصل معانا الدكتورة ندى الملة مدير مركز ند الحمر للرعاية الصحيب هي الصحة بدبي وحديثنا معاها عن الناس والصيف والمحافظة على سلامة الأطفال وحياتهم والكثير أيضاً من هذه المعلومات ولكن بعد الفاصل مستمعين العزاء فاصل وراجعين صحة وسعادة مستمعين العزاء يا مرحبا بكم وسهلة رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة برنامج صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أسير إذاعتكم المتألقة دائماً إذاعة نور دبي مستمعين العزاء نذكركم بأرقام التواصل معنا ونستقبل أراءكم وملاحظاتكم وأيضاً افتراحاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006 ومستمعين العزاء مع دخول الصيف ومع الانفتاح التدريجي والخروج من المنزل يتلهف طبعاً الأطفال على وجه التحديد لممارسة هواياتهم وألعابهم وأنشطتهم بكل حيوية ومرح وهنا يمكن الخطر في بعض الأوقات الذي علينا أن ننتبه إليه للمحاصرة على صحة وسلامة وحياة أبنائنا وخاصة لدى الذهاب إلى المسبح أو البحر وأيضاً لدى الخروج في الهواء الطلق من دون صحبة الأهل صحبة الأهل معهم مستمعين العزاء حول هذا الموضوع تدور فكرة ومحاورة هذه الفقرة يسعدنا أن تكون معنا ويشرفنا أيضاً الدكتورة ندى الملة مدير ند الحمر مركز ند الحمر الصحي للرعاية الصحية لولية بهيئة الصحة بدبيت دكتورة ندى صبحت الله بالخير والنور والعافية صباحكم خير صباحكم ورد صباحكم أثنين يحضر كل أثنين صباحكم إيجابية إن شاء الله الله يحيط دكتورة نحن الحقيقة سعيدين جداً بسماع صوتت شواء أيضاً يعني موضوعنا اليوم الناس والصيف والمحافظة على سلامة الأطفال وحياتهم دكتورة طبعاً الأطفال قد يكون يعني الكثير منهم من دفع خلال المرحلة هاي لممارسة الأنشطة والخروج من المنزل وأيضاً الذهاب إلى البحر أو المتابع كيف دكتورة تنصحين أو تنصحين أولياء الأمور في يعني الحفاظ على سلامة الأطفال وصحتهم خلال المرحلة هاي طبعاً الصيف دائماً يرتبط بأنشطة معينة أطفال والكبار حتى يحبون إمارسونها وأبرز النشاطات طبعاً تكون السباحة والذهاب للبحر وتمساع برمال البحر والشمس بشكل عام في نصيح معينة مفوضة حينتزن فيها عشان نستمتع بأمان لأن الغرض دائماً في نهاية أنا دائماً نقول هذا الكلام الغرض نحن نستمتع بأمان وما في حد يتعب أو يمرز بعدها طبعاً الأول خطوة للاستمتع بأمان تبع بحر أو مسبح طبعاً استخدام واقع الشمس نحن في دولة درجة الحرائع النات وصل لين 50 الشمس النات تقريباً تكون عمودية استخدام واقع الشمس ضروري جداً نص ساعة قبل ما نطلع ونعيدها كل ساعتين وركض على أمهات ضرورة استخدام واقع الشمس للأطفال يعني في أمهات تقول باستخدام واقع الشمس والكبار ومصغر نفس الشيء يفضل الأطفال تحت 12 سنة ناخدهم واقع الشمس المخصص للأطفال ويكون معدل حماية فيه 50 فما أكثر ومثل ما يعرفونه اسمها الـ SPF وفي كثير من المادام يشتكون يقول دكتور الياهل ما يرضى نحط له الواقع لأن الواقع الشمس يكون تجيل شوية ومزعز ففيه أنواع بخاخة واجهة ساعة للطفل ساعة الأم يتحط له البخاخ لكن ممنوع الطفل يطلع تحت الشمس أين كانت الساعة سواء العصر سواء المغر سواء أول الصبح من غير وجود واقي للشمس هذا رقم واحد رقم 2 مهم جداً طبعاً نبتعد عن ساعات الدروة بعد الساعة عشر للساعة ثلاث الشمس يكون فيها عمودية وحارة جداً يفضل في هذا الوقت ما ننزل للبحر يعني نروحوا يا أول الصبح طبعاً ويوصل الأجواء الاجراءات الاحترازية طبعاً يكون خفيف البحر ما في وائد ناس أو نروح بعد الساعة ثلاثة العصر عشان تكون الشمس أقل حدة وما تكون عمودية نفس القبعة جداً أساسي تحت الشمس حتى مع واقع الشمس لازم يكون في القبعة لازم يكون نابتين سياب خفيفة فاتحة وإذا بينزلون البحر أو المسبح يلبسون لبس مناسب للبحر لأنه سياب القطنية العادية جماعة ممكن تسهم في الغرق لأنه تنترس بالماء ممكن تلكفحة وليه رقبت الطفل أو تنلف حوليه رأسه لازم يلبس لبس السباحة المخصص لأن هذا اللبس ما يستجيل مع الماء ما يسجل الطفل رقم واحد رقم ثانين نافل للإستخلاص الماء أيضاً مهم جداً شرب الماء طول الوقت للأسف الأطفال لما ينزلون المسابحة أو البحر لا يحسب العطش يشرب شوية ماء المسبح يشرب شوية ماء البحر لكن ضروري جداً أن يكون عنده قنينة مخصصة فيها ماء وانذكرها كل ربع ساعة أو نصف ساعة أنه يشرب الماء أيضاً وجود الاسناك أو وجبات الخفيفة لازم أن نكون مهيئين هذا الاسناك اللي يستحمل القاعدة برا يعني في الجو الحار هذا مثلاً ما رم أقول الأم مثلاً قدمينة لبنة أو أجبان أو حليب لأنه قاعدة خارج في الشمس أو في الجو الحار ممكن تفسد هذه الأطعمة ممكن يتعتمد على الفواكه الغير مقشرة سفاح الموت البسكوت المالح الأصطال يشابونه يعطيهم شوية طاقة عشان يقدرون يلعبون وطبعاً لا أتمن وعمدنا نقول عن تعقيم اليدين ولبس الكمام وتفادي الزحام وتنظيف الأسطح كجزء من الإدراعات الاحترازية مجدد الحين في البلد نعم أيضاً دكتورة هناك يعني موضوع والموضوع هذا يعني أنت شخصياً تحدثت فيه كثير عن مخاطر المسابح دكتورة ندى وعدم الانتباه في بعض الأوقات يعني من الأسرة أو من الأمهات للأفصال في مثل هاي الأماكن كيف دكتورة تنصحين مستمعين الأعزاء وأولياء الأمور عن تجنب تلك المخاطر وخاصة في بعض الأوقات مثل حوادث الغرق لقدر الله طبعاً أصعب شي أنني منسمع حوادث الغرق تثير الأبطال هذي ودائماً دائماً تثير حوادث الغرق لما الطفل ما عنده حد ممتبه لك ما في شيء اسمه أنا ولدي عارت يسبح متعلم سباحة الحوم بغدير في أبطال غرقه في الطشط الماء الصغير في الحمام الطشط الصغير لأنه غرد الطفل ما يأخذ ثواني يعني مجرد عن ثواني إذا الأنك والثمد غطب الماء خلاص بيغرج الطفل أول شيء الرقابة ثم الرقابة ثم الرقابة طول الوقت ما نترك الطفل حتى لو يعرف يسبح ما نتركه بروحه إحنا حتى ترى أخي عبد الله حتى البالغين إحنا نقول أصلاً ما تذكر السباحة روحك خلي حد يكون معاك سبحان الله ضرب راسك في طرف الحوب أغمى عليك صابك ثبوت صار أي شيء لازم في حد معاك قرب الماء الماء بالذات يعني مجرد يقول ثواني واحد ممكن يغرج فيه فالأبطال الأولى أن يكون الرقابة عليهم طول الوقت المثابح لازم يكون مأمنينها ما يفعل يكون هناك صور قصيرة الطفل ممكن ينطمن فوقه لازم أن نحرص أن المثابح يكون آمنة مئة بالمئة حتى يوجد مسابح لها غطاء كامل يفسر كامل وفيه تقفض حتى يعني أمهات يقول الشوط ليس بغزيغ معنا ملازم الرقابة اللهم إلا 10 دقائق بسير برجع التليفون 5 دقائق بصلي فهذه الدقائق ممكن ترسيو هذه الكوارد فمهم جدا أن هناك رقابة على الطفل طول الوقت الطفل إذا ما يعرف يصبح هذه اللقطة واجهة مميومات إذا ما يعرف يصبح مانجازف انخليه دامن يلبس اللي هو الخلي الطفل يضخف الماء يكون لابسنه قبل ما يطلع من البيت يعني فيهم ما تقول أنت سير الشوط وأنا باي ورق ويرسلك هذا النفاقية أو أي كان يسمى أو تترس النجاف ليه ما لأم تطلع تلاقي تصبح طفل في الحوض مثل الجزء الغزير من الحوض أو شيء يكون لابسنها ونتأكد مهم جدا يا أمهات من مقاسه حيكبر نجاة اللبس كامل في أمهات الثالث الموضوع أنه مو متكرة على الطفل أنا صغر عليه فتخليه من غير ما يتكب هذا يسهل الطفل لا يمكن يطلع عنه يعني يطلع عن شكل حلاص ما يفرح حماية أو يفرح حماية الجزء من جسمه وجزء ثاني يتم غاطط بالماء فمهم جدا أن لما نستخدم أي سترة نجاة للطفل لابسن تكون لا تمنع الغرق وكلها عليها تحذير أنه لا تمنع الغرق في أبطال كانوا لابسين لكن للأسف طاحوا في الحوط رأسهم ساحت وريلهم فوق ما قدر ينجلب ما قدر يطلع رأسهم فوق الماء فغرق الطفل فما في شيء فهو لابس معنا ما رح يغرق فنرد نقول الرقابة ثم الرقابة ثم الرقابة يعني دكتورة مثل ما تفضلت رغم بأن يعني بس بعد نرجع ونذكر مستمعين الأعزاء بأن مثل ما ذكرت الدكتورة ندى يعني رغم كلها الاحتياطات التي تأخذونها بالنسبة للإجراءات الواقية بس بعد ضروري وجود شخص موجود مع الطفل طول فترة وجوده يعني حول الحوض أو حتى وقت السباحة دكتورة ندى أيضا من الأمور اللي مثل ما تعرفين أنه قد يصيب يعني أو يصاب بعض الأطفال بالحوادث اللي هي ترقهم في السيارة في بعض الأوقات وهناك أيضا يعني ممكن أن يعني يعني ممكن أن تصيب بعض الحوادث حوادث الاختناق اللي للأطفال لو نتكلم في هذا الصياق وتنصحين بعض يعني تنصحين مستمعين الأعزاء والأخص يعني الأمهات في هذا الجانب طبعا الشيء لأن الأطفال أصلاح بفترة طويلة قاعدين في البيت بسبب التعليم عن بعد وفلق الطفل أصلا مثل ما يقولون جرعة شطانتها شوي أكثر من الملل وقاعدة في البيت الألعاب مسكرة البحر كم فترة طويلة مسكرة الحداياق مسكرة فالطفل العطالة صاخصة في البيت بخصوص الأفطال اللي يتوفرون داخل السيارات أرد أقول الرقابة ثم الرقابة ثم الرقابة يا أمهات يا أبهات ما ينفع أن الطفل في البيت ويغفل ماذا ما نسمع أمهات يسمعون يغفل عن عينك يعني ما تسمعون لا صوت وما تشوفون هذا أول جرس إنذار ولاحظوا كل القصص اللي تتصل يا غرق يا مات بسم الله في السيارة تقول لك الأم غفل عن عيني نصف ساعة أو ساعة ما أعرف وانساعة فيجب أرد أقول الرقابة ثم الرقابة ثم الرقابة لازم عينع طفل قول الوقت وما نقول ستع سنوات عادي لا وترى بالأغلب الأبطال بسينا اللي يتوفون زواء غرق أو السيارة بالعادي يكون ست سنوات فما أقل لكن هذا لا يمنع إنه يعتبر إلى الآن طفل يعني لين عم نطمع شخص يعتبر في إعداد الأبطال فأرد أقول لازم في رقابة رقم واحد رقم اثنين يا جماعة احرصوا أن السيار تكون مقفولة في البيت جونا لا يساعد أبدا إنه حد إنت يعني إحنا نقعد في السيارة مكيف شغال عند الإشارة خمس دقايق ما نكمل ونفص من الحر من الشمس وين سيارة مسكرة ما فيها هو درايش مسكرة قاعد الطفل يعني بسبب الطفل حتى ساعة واحدة يعني نخلص الأكسجين عننا والحرارة العالية فمهم جدا مقفل السياية مهم جدا نعلم عيالنا شو يساوون لسمح الله لو كانوا في السيارة ودفصوات عليهم ترى إحنا دائما مش نقول لا لا ما بيستوي يعني أنا مقفل السيارة أنا عيني على ودي إحنا نعلم الطفل شو يساوي فالحالة لو تقفل إنه طبعا ما يدج الدريشة لا هذا خطأ يدج الهرن أو بوق السيارة أو أي أن كان اسمه عاودو قولوا لو أنت تفكر عليك السيارة تدج الهرن تدج دج 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 لأنه ينفق الانتباه أي مؤين أي شخص يكون وممكن يكون أي واحد يعني مار وممكن يسمع نعم صح بخ طب والهرن السيارة يشتغل سواء سيارة مطفية أو سيارة شغابة دج الهرن ليه ميونة لا تحاول بطل بيضان أو تقعد أو شيء لازم نعلم عياني يا جماعة ورد أقول الرقابة للأفطال يا جماعة خصوصة مع دخول فصل الصيف لازم تكون عيوننا أربع شهر عليهم ما نخفل عنهم ونحرص يعني ما تقول ناخذ الأسباب ونفقع رب العالمين طبعا والحافظ الله مثل تالعادة ونستودع الرحمن عياننا ولكن احنا لازم ناخذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية الأفطال نعم دكتورة طبعا يعني هناك الكثير من الإجراءات الوقائية التي يعني يجب على الأهل أخذها بالاعتبار بالنسبة للكبار يعني أو حتى للصغار ولكن بالأخص للأطفال لأن هناك كثير من الأمور لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار دكتورة ندى لو هناك رسالة أو نصيحة أخيرة للمهات والآباء في هذا الشأن نصيحتنا الأخير للأهل أو شاء الله يحفظ كل اليهان إن شاء الله وما نسمح خبر عن طفل غرق أو نحبس السيارة وتوفى نصيحتنا لهم لازم أن نترك للطفل متاحة يعبر فيها ويفرق فيها طاقتة ويلعب ويستكشف لكن واجبنا إحنا كأهل إحنا نحرص أن الطفل هذا يمارس هالنشاط مال ويفرق طاقته بطريقة آمنة وسليمة تحس مراقبتنا باتباع كل الإجراءات المخلوحة تباعها سوى إجراءات الاحترازية الخاصة بـ COVID-19 أو إجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة الأفطال عند المسابح أو في البيوت أو تحت الشمس أو غيرها فالتزامنا بهالإجراءات تسهم في أن عياننا يتمتعون بالصحة أفضل لأن طبعا مضحة أن أدفع طفل البيت وخليه قاعد لازم الطفل يركض لازم يلعب لازم يمارس هواياته لأنه هذا اللي يتاعد على تشديد طفل الطفل على أن يلمو أفضل على أنه يكون بوزن أفضل لازم أخلي طفلي مارس هذه النشاطات مبعدة أنه والله المماكن يتذكرها ممكن طفلي للعب في البيت لكن بأمان نقدر نمارس ونحن نلعب معيانا وهذه الرسالة لكل الأهل حاولوا يتمركون النشاطات معي يقوي العلاقات رقم واحد العائلة تكون بصحة أفضل رقم ثلاثة يتخلي مراقبتنا الأفطال حتى أفضل إذا ألعب معهم كرة قدم أو ألعب معهم في المسبح أو أنزل معهم بحث أنا عالي معهم طول الوقت غاعدتي مكون أنا بعيد يارس على الترك مشغول بتاليفون أو غيره والله يفر إن شاء الله كل اليهان دكتورة ندى الملة مدير مركز ند الحمر الصحي للرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك دكتورة ندى وشكرا لك الحقيقة وفريق عملت المبدع على يعني عملكم الجبار الحقيقة والبرامج التوعوية اللي من خلالها يتم توعية يعني أفراد المجتمع زواء عن الكوفيد 19 وعلى جميع المحاور اللي يحتاجها الشخص أنه ياخذ إجراءات الاحترازية والوقائية شكرا دكتورة شكرا لك نهارك سعيد شكرا شكرا مستمعين العزاء بناخذ فاصل ولكن بعد الفاصل معنا الدكتور خالد لوتار رئيس مجلس الشباب بهيئة الصحة بدبي تحت عنوان التطوع ومستوى الاستجابة لمنصة هيئة الصحة بدبي ومعلومات أخرى أيضا قيمة عن التطوع كقيمة إنسانية وحضارية ولكن كل هذا مستمعين العزاء بعد الفاصل خالكم يا نورانجين صحة وسعادة مستمعين العزاء يا مرحبا بكم سهلة ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي نرحب نرحب مستمعين الأعزاء باستقبال أراءكم واتصالاتكم وملاحظاتكم وإيضا اقتراحاتكم على الأرقام 600 55 14 14 وعبر الرسائل النصية القصيرة اسمس 4006 مستمعين الأعزاء تطوع قيمة إنسانية وحضارية لا ترتبط بجنت أو بلون أو عرق وهذه القيمة تظهر بقوة في وقت الأزمات والظروف الصعبة وهي أيضا لا تحتاج إلى دعوة بقدر ما تحتاج إلى إحتاج بالمسؤولية وإحتاج اتجاه البعض وإحتاج أيضا اتجاه المجتمع وإحتاج أيضا اتجاه الأهل والأصدقاء وكل من نحب وفي مجتمعنا الحمد لله دولة الامارات العربية المتحدة بوجه التحديد مجتمع يعيش فيه أكثر من 200 جنسية في أمن وسلام ونسيج واحد يجمع الكل يجمعهم أيضا حياة سعيدة ومستقرة نستمعين العزاء حول هذا الموضوع اليوم يشرفنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور خالد لوتا رئيس مجلس شباب هيئة الصحة بدبيت دكتور خالد صبحك الله بالخير والنور والعافية يا مرحبا يا أخي عبدالله صباح النور الله يسلمك نشكوني على الصلاحة هذه الله يحييك دكتور خالد دكتور في البداية نحب الحقيقة أن نتحدث معك يعني عن التطوع بشكل عام كقيمة إنسانية وتطوع أيضا يعني قيمة مجتمعية وكيف كان مستوى استجابة أفراد المجتمع لمبادرة هيئة الصحة بدبيت أو انصح التعبير لمنصة التطوع التي كانت هي أيضا بصحة بدبيت أطلقتها مع بداية مواجهة كورونا طبعا المثال ما قلت في البداية أنت التطوع يعني هي صفة نبيلة أو إنسانية تلقاها في كل مجتمع إنساني ومجتمعنا صراحي يعني من المجتمعات الرائدة في هذا المجال وتطوع كنا نلمس نحن من قبل الأزمة بصفة كبيرة يعني فالأزمة هذه يعني الشيء الوهيد لسوتي أنه خلتنا نشوف هذا المعدن بشكل أكبر في بداية الأزمة نحن أطلقنا المنصة مثل ما ذكرت المنصة الالكترونية الهدف كان يعني المنصة كانت اجراء احتراض مثل ما يقولون كنا نجمع متطوعين قد ما نقدر تخصات مختلفة أعمار مختلفة جنسيات مختلفة إذا دعت الحال تختامهم على قد يكون لدينا قاعدة بيانات موجودة فالهدف كان يعني أنه خلال أول أسبوعين نوصل لألف متطوع وبعدين تدريجيا نزيد الأعداد هذه عن طريق الإعلانات أو عن طريق السوشال ميدي والأمور هذه بس الحمد لله المتدمنا منه بشكل جيد أنه خلال أول أسبوع فقط وصلنا إلى ألفين متطوع بس خلال أول سبعة أيام فهذا يدل يعني على الوعي المجتمعي لقيمة التطوع يدعقون يعني مع أهمية هذه الصفة في المجتمع ويعرفون شو معناها المعنوي وكذلك الجهد اللي ممكن هم يوفرون على الطاقم الطبي والطاقم الإداري في هيئة الصحة نعم دكتور خالد مثل ما تفضلت بأن يعني اللي يميز هيئة الصحة بدبي ويعني اللي يميز المتطوعين اللي العمل والتطوع بهيئة الصحة بدبي هو يعني اختلاف التخصصات دكتور يعني اليوم في بعض المؤسسات قد يكون الموضوع سهل للإنسان اللي يجو إلى مؤسسة معينة للتطوع ولكن بهيئة الصحة بدبي يعني تميزها بأن هي جهة تقدم خدمات صحية وخدمات يعني تمس سلامة وتمس صحة وتمس سعادة الإنسان لو تحدثنا دكتور عن كيف تم التنسيق مع الفئات المختلفة من المتطوعين يعني إذا كانوا أطباء يعني أو تخصصات أخرى أو حتى إداريين دكتور خالد نحن في البداية يعني في المنصة قسمناهم إلى مجموعتين اللي هي التخصص الطبي أطباء وتمريز وغير الأطباء المساعدين والتخصص الثاني والتخصص إداري فحتى من ضمن الأطباء مثل ما تعرف يعني فيه تخصصات مختلفة جزا يعني فيه تخصصات ممكن تكون مفيدة بشكل أكبر خذ الأزمة هذه ولكن في نفس الوقت ما استغنينا عن التخصصات المختلفة الأخرى وتخصصات الثانية اللي لقينا فيها أقبال كبير وممكن الجهات الثانية تقول أن هذين ما بيساعدون نحن بالعكس نحن خذنا هذه وسويناهم الدورات وسويناهم ورش تدريبية وجهزناهم وحاليا اللينا الحين يخدمون في منشآت عزل وفي فنادق وفي أماكن كثيرة مثلهم حال حال أطباء يعني يساعدون في أمور ما حد كان يتوقع أنهم يساعدون يعني فحقيقة المتطوعين في هذه الأزمة يعني من غيرهم ما كنا بنشوف النجاح لوسطة إمارة الثبيت في التصدي لهذه الجائحة يعني فهذا شي يشكرون عليه كل المتطوع كل من ساهم كل من سجل كل ما نشر المنصة هذه يعني الإيميلات والتسجيل ما كان يوقف يعني حتى في نحن شي اتبعنا أول ما بد بالأزمة أنه كنا حذرين من ناحية المتطوعين أنه ما نبغي نجمعهم من غير ما يكون لهم هدف أساسي أو شغل رئيسي يسوونها ما نبغي بس نحط متطوع لأسم متطوع يعني نبغي يكون في احتياج فعلي لهذا المتطوع احتياج فعلي لهذا التخصص عشان نحطه في المكان الفلاني مع أننا كنا حذرين وحاولنا أننا نختصر ونقص عدد المتطوعين قد ما نقدر اليوم الحمد لله عنا فوق تقريبا 1700 متطوع نشط في الميدان حاليا المسجرين في المنصة فوق 6000 متطوع بس النشطات في الميدان اليوم يعني فوق 1600 موزعين على أكثر عن 20 موقع في تابع الهيئة الصحة أو للمنشآت العزل أو الحجرة في الإمارة صحيح دكتور خالد انت ذكرت كلمة جميلة أن يعني نحن خلال الأزمة يعني جائحة كورونا ويعني مع مبادرة هيئة الصحة بدبي لمنصة التطوع عرفنا الحقيقة معادن الناس وهذا الدكتور عهدنا نحن دائما في يعني أفراد مجتمع دولة إمارات العربية المتحدة سواء المواطنين أو حتى دكتور المقيمين يعني رغم أن يعني الظروف الحالية التي تمر فيها العالم ودولة الإمارات قد تكون ظروف يعني صعبة وظروف تمز الحقيقة يعني صحة الإنسان ولكن دكتور رغم كل هاي الظروف ورغم كل هاي الأمور ما زال هناك في يعني عدد كبير من الناس عندهم حب يعني الخدمة وحب التطوع وحب أن يخدم دولة الإمارات العربية المتحدة لو تحدثنا الدكتور خالد في هذا الجانب كيف كان يعني استفادة هيئة الصحة بدبي من قدرات وخبرات يعني المتطوعين نحن هاي شيء رحلت مثنا بشدة يعني كان توصمنا كمية إيميلات يعني بعد التسجيل كانت رونا تواصلون يعني أنتو ما نكلمتونا ما حبيتونا في مكان ليش ما حبيتوني ليش ما ناديتوني فكانوا هم اللي يتابعون معانا يدورون بس أي فرصة تطوعية ممكن يساعدون فيها فنحن حاولنا نسوي يعني فرصة تطوعية تكون مناسبة لكل الفئات يعني غير الأشياء الطبية التخصصية نحن نجد الأطباء مثل ما دت لك من تخصصات مختيفة ممكن ما يساعدون منها جهاز ثانية هذين دربناهم عطيناهم ورشة تطريبية صعفات أولية ومن غيرها ويساعدون في الأماكن والإداريين والفئات الثانية فإذا هم ورش ثانية ممكن تفيدنا نحن وشي اللي تمثنا واستفدنا مننا كثير سوينا ورشة اللي هي طباعة الأقنع الوقائية للوجه بس تخصص لطباء بتقنية 3D وبالتقنية اليدوية وساعدونا يعني كم كبير المتطوعين وعننا فوق تقريبا يمكن 3000 واقي للوجه بس بصنع المتطوعين يعني لا بشركات ولا بعقود ولا بأي شي بس بشغل إيدهم هم سووا فوق 3000 واقي للوجه ويستخدمون في كافة الأماكن في مستشفى الميداني في المركز التجاري أو المستشفيات في التابرة التجاري أو المراكز الصحية كلهم يستخدمون من الأشياء هذه وغير هذا بعد في عنا مجموعة متطوعين مع بداية الأزمة كونا مركز اتصال هذا شاركوا في تقريبا فوق 700 متطوع من كافة الأعمار وكافة الجنسيات والفئات يتأكدون أنهم التزمين بالحجر المنزلي يتأكدون إذا عندهم معراض أو أي مشاكل ما عملون يتواصلون هذا قبل ما يستكمل الرحلات فهذا كان لها وقع كبير في المجتمع ونحب نفكر أن هذه المبادرة نفسها كان لها حد كبير في أن الفيروس لا ينتشر أنا أكد من 11 ألف مكالمة التي تصل لها مركز الاتصال كم كبير من المجتمع تفاعلوا إيجابيا مع هذه المكالمات فكانوا سريحين وسعداء بالمكالمة هذه أنه في حد منهم من هيئة الصحة يتواصل معهم يطمن إذا هم يشكون من أي عراض وإذا عندهم أي مشكلة ما يمنون يتواصلون ويعطون تعليمات عن الحجر المنزلي ويش يسوون عندهم معراض هذه كانت مبادرة من نفسنا نحن من المتطوعين من نفسهم لا أن أحد أجبرهم يتواصلون هذه المكالمات ولا كان يتقاضون راتب على هذا الشي وكان يشتغلون فوق 16 ساعة في اليوم من نفسهم فهذه الأشياء حقيقة أنا حب أفكر أنه كان لها وقع إيجابي كبير على المجتمع ودائما أقول نشكر الكادر الطبي والكادر الفني والإداري موظفين هيئة الصحة وغيرهم بس المتطوعين لهم جهد كبير كبير يعني ما كنا ممكن نتغلب على هذه الجائحة لو دا جهودهم نعم نعم الحقيقة يعني كلام جميل دكتور خالد التطوع طبعا دكتور دائما يعني له قيمة إنسانية وقيمة حضارية ولا يرتبط الحقيقة مثل ما ذكرنا في البداية بجنس أو بلون أو بعرق وهذه القيمة الحقيقة يعني تبرز بقوة في وقت الأزمات والظروف دكتور إذا كانت ناكي من رسالة أو كلمة أخيرة تحب توجهها لأفراد المجتمع عن قيمة التطوع نحن صراحة يعني أحب أشكر كل اللي تطوع معنا كل من ساهم في نشر هذه المعصة وكل من ساهم في أن يتطوع معنا حتى لو بساعة أحب أشكرهم كلهم أوجه كلمة شكر وتقدير أنه لو لا جهودكم نحن ما كنا بنوصل لما حلو وصلناها الآن وأحب أعتذر من كل ما لقى فرصة أن يتطوع معنا وبس الفرصة الطوائية بعدها موجودة واللي حاب يسجل ممكن يسجل عن طريق منصة طائعة الصحة الإلكترونية يسجل هناك وأي فرصة الطوائية بتكون مطروحة هناك وإن شاء الله كل واحد يلقي الفرصة الطوائية لتناسب مجالة وتناسب تخصصة ونتغلب على هذه الجائحة إن شاء الله يدًا بيد نعم إن شاء الله دكتور خالد لوتار رئيس مجلس الشباب بهيئة الصحة بدبي كل الشكر والتقدير لك الحقيقة شكرا لكم وشكرا لجهودكم الجبار الحقيقة في الفترة الحالية للتصدي لجائحة كورونا 19 شكرا جزيلا دكتور شكرا شكرا يا فرحة مشكرا العفو مستمعين الأعزاء نحب نذكركم أيضًا بالاستفادة من الخدمات المتميزة الحقيقة المبدعة التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي خدمة طبيب لكل مواطن وأيضًا خدمة دوائي وخدمة واتتاب يمكنكم دائما التواصل على الرقم المجاني 834 الأثنين للاستفادة من هذه الخدمات وأخيرًا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعين الأعزاء وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة اليوم قدمت لكم المعلومات المفيدة وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي طبعًا لنحو مجتمع أكثر الصحة وسعادة وأيضًا مستمعين الأعزاء أذكركم بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية هو واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة وسلامة المجتمع أمانة دائماً لا يمكن الاستهانة بها أبداً أحب مستمعين الأعزاء بأني أشكر فريق العمل معاي اليوم في الإعداد لأستاذ يوسف سعد والتنفيق والمتابعة أحمد سلامة ودائماً مخرجنا المتألق نمر محمد وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر